اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة خاصة برئاسيات 12 ديسمبر اليوم سنناقش ملف إصلاح العدالة وقطاع الإعلام والاتصال في برامج مترشحي الرئاسيات بحضوركم من السيد كمال قارابا ممثل المترشح عبدالقادر بن جرينا أهلا بك سيدي شكرا لك ويحضر أيضا معنا السيد عيسى صديقي ممثل المترشح عز الدين ميهوبي أهلا بك سيدي كما يحضر أيضا معنا السيد وليد ولاد داود ممثل عن المترشح علي بفليس أهلا بك شكرا لك ويحضر أيضا معنا السيد عبد الحفيظ العموري ممثل المترشح عبد المجيد تبون أهلا بك سيدي شكرا لكم البداية إذن كما سبق وعشرت اليوم سنتحدث عن ملف إصلاح العدالة اليوم بدأت أولى جلسة محاكمة المسؤولين وبعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في السابق اليوم كيف سيواصل الرئيس المقبل مصار إصلاح ومكافحة الفساد في الجزائر أولا شكرا لكم على الاستضافة وإتاحة هذه الفرصة لتقديم رؤى وبرامج المطارشحين أمام الشعب في هذا الظرف الذي يتسم بالخصوصية والاستثنائية الجزائر تدخل مرحلة جديدة أسس لها حراك الشعبي بتطلعاته الحراك الشعبي الذي خرج فيه الشعب بالملايين رفع شعارات ومطالب وأمال وجب على السياسيين وعلى كل المخلصين في هذا الوطن أن يقفوا لتجسيد هذه التطلعات لأنها تعبر بالفعل عن عمق أمال جزائريين هذه المحاكمات التي نشهدها اليوم هو أولا هو تطور نوعي في أداء العدالة الجزائرية لأول مرة العدالة الجزائرية تفتح ملفات لأعضاء في الحكومة بل رؤساء حكومات لرجال أعمال نافذين كانوا إلى وقت قريب يصنفون بين قوسين لزانتو شابل الذين هيمنوا على القرار السياسي وهيمنوا على القرار الاقتصادي وطبعا نحن دائما نحتفظ ببرئة القرارة القرارة البراء لهؤلاء ولكن القضاء الآن بشر عمله والأمر بيده وله كل الحرية اليوم وبعد غد في إدارة وفي التعاطي مع هذه القضايا لأنها ترتبط بالجرائم الاقتصادية ترتبط بثروة الوطن والتي يقدرها الكثير من الخبراء هذه الثروة التي ضاعت في قضايا الفساد بمئات الملايير من دولارات والتي تعد يعني كانت لا تساهم في إحداث نقلة اقتصادية كبيرة للجزائر ولا يمكن بمثل هذه الأموال التي أنفقت أن يعيش جزائريون هذا القادر البائس الذي نحن نعيشه اليوم لننتهي بعد عشرين سنة من ارتفاع أسعار البترول ومن ارتفاع إرادات الجزائر ننتهي ببرنامج تقشف هذا يعتبر انتكاسة بمؤشرات اقتصادية سلبية جدا طبعا هذا المسار في التعاطي مع الجرائم الاقتصادية سيؤسس لمرحلة جديدة وهي أن الدولة تتحرك لأداء دور الردع أمام كل من يمد يده للمساس بثروة الوطن ومن يمد يده للمساس بقدرات الوطن لأنها ملك للشعب الجزائري وهذا اعتداء على الشعب الجزائري على ثروته التي كان يمكن أن ترفع الجزائري لمصاف الدول الناشئة الدول المنافسة في محيطها الإقليمي وفي محيطها الدولي سيد صديقي نشوف أن الشارع الجزائري يتابع باهتمام يعني محاكمة أو ينتظر مصار مكافحة الفساد خاصة عند هذو رجال أعمال المسؤولين اللي يتورطوا في السابق يعني بالعديد من القضايا الفساد اليوم المترشح زدين ميهوبي كيف سيواصل على هذا المصار في حال فوزه كرئيس برك الله فيك أولا من مكاسب الحراكة اللي يحرر الجميع يعني بدون استثناء أننا اليوم نشوفوا محاكمة يعني إطارات سامية في الدولة رجال أعمال يعني كانوا رجال أعمال وناس فوق العادة هذون نشوفوا فيهم في محاكمات على المباشر وأنا نظن ما كاش لما شافهاش لما شافهاش في تلفزيون أو شافه في مواقع التواصل الاجتماعي وحنا في برنامج سيد عز ديميهوبي كل شيء يعني واضح وصريح في هذه النقطة بالضبط لأننا احنا في الجزائر عدنا نظام رئاسي ولكن عدنا كان كان إشكال أنه تداخل في الصلاحيات موجود بشكل كبير وكن عدنا شيء اسمه الرئيس يعني الدكتاتور كيفاش تصنع الدكتاتور أنك تحض كل الصلاحيات فيه شخص واحد هذا ما يخلي أنه يتورط يعني هو أو أنه يورط إطارات سامية عنده لأنه الأوامر تكون تمشي أوامر شفوية إذن احنا حبينا باش نفصلوا ما بين السلطة القضائية وما بين صلاحيات الرئيس أولا أول نقطة في هذا المجال سيصبح يعني رئيس الجمهورية ليس هو القاضي الأعلى للبلاد يعني ما يسمى بقاضي الأعلى للبلاد سيكون يعني منتخب من بين زملاء في القضاء وهنا يصبح القضاء يمارس السلطة تعه في شقه ويتحمل مسؤوليته ورئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الجنب وحتى وزير العدل يعني وزير العدل يصبح شيء تنظيمي فقط بعيد كل البعدنا هذه أول شيء يعني من النقاط اللي حابين نكرسوها في برنامجنا في برنامج المترشح يعني المترشح يتخلى عن صفة القضاء الأول للبلاد يتخلى عن هذه الصفة نهائي يصبح هو كغيرو من المواطني كما رأنا نشوفه في إطارات سامية اليوم تحاكم كما يحاكم المواطن العادي الشيء الثاني هو إنشاء المحكمة الدستورية ونستغني عن ما يسمى بالمجلس الدستوري يعني المجلس الدستوري فيه ما هو معين يعني من طرف الرئيس رئيس الجمهورية وتصبح ربما هناك كذلك يعني بعض الإملاءات كي ننأى بأنفسنا وينأى الرئيس بنفسه عما يسمى بالأوامر التي تمرر إلى قطاع العدلة ستصبح محكمة دستورية الشيء الآخر هو إنشاء المحكمة العليا للدولة يعني المحكمة التي يحاكم فيها الإطارات السامية خاصة الوزير الأول أو رئيس الجمهورية لأنه هذا الشخص يعني فيما يحمله من معلومات تعلق بأسرار دولة هذا الشيء يصبح يعني هو في محاكمة سرية يعني أسرار الدولة لا تقال داخل المحاكم لكن ما يتعلق بالفساد عليش المواطن من حقه أن يشوف ما يتعلق بالفساد كما شفوا اليوم وشيء آخر أنه هو تقوية الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد يعني نعطوها صلاحيات أكثر من الصلاحيات اللي رأي موجودة عندها اليوم وما يتعلق كذلك بتصريح بالممتلكات للمنتخبين لأنه تصريح بالممتلكات فيه يعني تهرب كبير ببعض المنتخبين أنه يصرحوا بممتلكاتهم لما يمارسوا هذه العهدات الانتخابية ثم بعد العهدات الانتخابية توجد يعني ممتلكات جديدة أو ممتلكات وصراء فاحش غير مبرر إذن هذا الشيء يحين يعني حتى داخل العهد الانتخابية لكن كيف ربما يتم أيضا حماية القضاة من المؤثيرات السياسية أيضا لأنهم يعني هناك تأثير مباشر صحر قوي عندما تفصل القضاء نهائيا عن صلاحية رئيس الجمهورية لأنه رئيس الجمهورية يعني هو ربما الشخص هو أقوى شخص سياسي في البلد وعنده سلطة تنفيذية عندما تفصل قضاء ما يصبحش تحت سيطرة تاعه وتحت اليد تاعه هنا تفصله عن كل رجال سياسة وتفصله عن كل رجال المال والأعمال يعني هو يصبح يعني مستقل عنك يقدر يستدعي رئيس الجمهورية كما يقدر يستدعي رجل الأعمال لأنه في السابق كان رجال السياسة هم من يمروا الأوامر والطلبات والمكالمات الهاتفية للقضاء لأنهم تحت إمرأة وزير العدل وتحت إمرأة رئيس الجمهورية هذه استغلوها يعني رجال السياسة الآن لما يصبح هو يمارس صلاحياته في حدود يعني سلطة القضائية بعيد عن السلطة التنفيذية يصبح يعني هو في منأة عن هذه الضغوطات نعم نفس السؤال لك سيد أولاد داود اليوم مكافحة الفساد هي من بين الأولويات التي وضحها المترشة علي بن فليس ضمن برنامجه الرئاسي في حال فوزه كرئيس نعم أكيد الأخت الكريمة كما تعلمين يعني المرحلة التي وصلنا لها هي مرحلة يعني نتيجة تكريس الفساد وتعميم الفساد في أعلى هارم السلطة إلى أدنى هارم السلطة إلى أدنى هارم الدولة وبالتالي اليوم ضروري أي برنامج برنامج الأستاذ علي بن فليس أن يتضمن شق هائل كيف يعني يفصل بين السلطات كيف يعطي الحرية والاستقلال للقضاء وكيف يحارب الفساد أولا نتكلم على فصل بين السلطات لازم المواطن الجزائري والمستمع اللي رأي يشوفينا يفهم أنه اليوم كان جهاز يسمى بمجلس أعلاني القضاء مجلس أعلاني القضاء هذا المفروض في الدول المتقدمة أو الدول وين القضاء يعني مستقل يكون هو ليسير كل ما يخص القضاء والقضات لكن احنا في الجزائر يعني الكاريير يعني المصار المهنة القاضي من الذي يسيره؟ وزارة العدل وزارة العدل يعني مباشرة هي التي تتحكم في الترقية في التحويل في الظروف يعني الاجتماعية بتاع القاضي هذاك وبالتالي هو كأي إداري في السلطة في الدولة بنظام تسلطي يخضع إلى أوامر الجهاز التنفيذي احنا واش نديره في برنامج الأستاذ الإبن فليس؟ راح يكون مجلس الأعلى للقضاء نحو منه كما يقولوا قبضة السلطة التنفيذية وقبضة الوزير العدل ويكون مشكل من قضات منتخابين وقضات من النقابة لأنه اليوم تمتيل النقابة داخل المجلس الأعلى للقضاء رهو جد ضئيل ويعني نو سنس يعني ما عندوش معنى داخل المجلس الأعلى للقضاء حنا سيكون هناك تمتيل القضات المنتخابين بينهم وتمتيل القضات النقابين ثم تنقل كل صلاحيات التي تخص ترقية وتحويل وظروف للقضاء إلى هذا المجلس يعني تكون أمور القضات بينهم ما يكونش سلطة التنفيذية تتدخل فيها هذا أول فصل وش يبقى الوزارة العدل الوزارة العدل تبقى تتسير المرفق لأن المحاكم هي مرفق عمومية تبقى تحت يعني تسير وزارة العدل تاني شيء أو أول شيء بالأحرى وهو السياسة الجزائية للدولة يعني كما تعلمين كل رئيس جمهورية وفي الحكومة يعدون سياسة جزائية كيف ينظر هو إلى حل مشكلة الجرائم مهما كانت نوعها في المجتمع وفي العهدت أو في إطار مخطط يعني للدولة الجزائرية هذا يعين بسياسة جزائية وبالتالي يبقى الوزارة العدل تعيين يعني أو تحديد سياسة الجزائية تقولي لي ننقل السلطات إلى المجلس أهل للقضاء ربما رح يكون تلاعب بين القضاء ويكون يعني يخذوا استقلال من سلطة التنفيذية ويكون من بعد هناك أمور بينهم لا رح تبقى الدولة الجزائرية الممثلة في السلطة التنفيذية يعني في الوزير العدل ورئيس الجمهورية هم الذين يعيدون أهل الذين يعيدون القانون المنظم للمحامة هم الذين يعضعون القوانين ومن بعد القاضي باش يحتكم القاضي في أي قضية في العدلة باش يحتكم يحتكم بالقانون ويحتكم بالضامير القانون والضامير للأسف في المرحلة التي سبقت القاضي يحكم بالتليفون أو بالشكارة أو بالضغط وكل هذه الأمور جعلت أن المواطن الجزائري وهين في كرامته فقد الثقة في الدولة الجزائرية وعاد لم يثق نحكي لك بين قوسين لو عدنا الوقت هناك مواطن جزائري مقيم في إنجليترا الحاج مصطفى الكثير الذين يعرفوه ويساعد الجالية في لندن تكلمت معه الحاج انت بالقدرات تتاعك والمعلومات تتاعك كيف مجيش تستثمر في الجزائر كيف عندك جسور يعني علاقات مع شركات بريطانية قال لي يا ولدي لأنه مارس شوية أبوية قال لي يا ولدي أنا هنا في بريطانيا لو يكون عندي مشكل مع الملكة نوقف أمام المحكمة ونواتق أنه حقي ما يضعش قال لي في الجزائر ما كانش وحقيقة هذا أمر مفزع وكي يكون بلد بدون عدلة بلد بدون استقلال قضاء المواطن ما يقدرش يعيش فيه هاني ما يعرفش يعني ما يعرفش إذا كان رح يكون أمام مساواة يعني أمام مساواة أمام القضاء أو لا وبالتالي هذه قلت لي كيف محاربة الفسد تحرير مجلس المحاسبة كما تعلمين الأخت عقيلة مجلس محاسبة تم تقييده الغلق عليه مجلس محاسبة هو الذي كان جهاز لمكافحة الفسد هو الذي يعمل يعني لوديت أو كيف يقوله بالعربي لوديت يعني تدقيق في كل مؤسسات الأمومية في كل أجهزة الدولة ويعرف في نهاية سنة لو يكون فيه تلعب ولا لأنه يتمتع بصلاحية الضبطية القضائية ويمكنه تحريك الدائوة الأمومية هذا المجلس المحاسبة تم تقييده تم تأسيس دوان مركزين لمكافحة الرشوة والفسد أسيس لكي يحمي الفساد والمفسدين تم تقييده سنحرره ببرنامج الأستاذ علي بن فليس قانون الإجراءات الجزائية الذي قيد النيابة العامة وجعلها أن لا تتحرك أمام الفساد قال لك إذا شفت فساد في شركة أمومية أو في أحد الأجهزة لا تتحرك إلا إذا جاءك عضو من مجلس الإدارة باش النائب العام يخذ الدائوة من عنده ويحرك الدائوة أمومية وهذا مخالف تماما لمن يريد مكافحة الفساد وبالتالي نحن في برنامج الأستاذ علي بن فليس سنحين قانون إجراءات الجزائية وسنحين قانون العقوبات لكي يكون هناك ردع للفساد والمفسدين وسنفصل بين السلطات ونحرر القضاء ونعطي مجال واسع للقضاء لكي يكون هناك ضمان لمحاكمة عادلة واليوم إذا سألت المحاكمة اليوم نحن نتمنى أن تكون هناك ضروف المحاكمة العادلة ليس لنا تعليق بخصص القاضية لأننا لسنا مطالعين على كل الحيتيات والمغلفات ولم يتم الإدانة أو التبرئ أباد وبالتالي نريد من كل المحاكمات وهذا ما سيكون في زمن الأستاذ علي بن فليس إذا تم انتخابه رئيسا للجمهورية أن تكون المحاكمة عادلة ويكون هناك احترام لحقوق الدفاع ويكون هناك سرية في التحقيق واحترام للإجراءات الجزائية لكي نحترم حقوق الجزائري نعم سيد العموري أيضا مكافحة الفساد نربطه أيضا بمكافحة أو محاسبة رؤوس الفساد المترشح عبد المجيد تبون كيف سيعمل على ذلك أيضا شكرا سيدتي بالنسبة لمرشحينا سيد عبد المجيد تبون وضع منهاجا شاملا يحتوي على 54 ركيزة والتزاما وهذا تيمونا لثورة 54 الثورة المجيدة سيعمل إن شاء الله مرشحنا سيد عبد المجيد تبون إذا ما صوت عليه الشعب الجزائري وبقوة يوم 12.12.2019 سيعمل على تطبيق هذا البرنامج حرفيا لأنه لم يطرق قطاعا إلا وجعل له التصورات اللائقة به وأيضا إيجاد الحلول المناسبة له كما يعلم الجميع أن مرشح مناسي عبد المجيد تبون يملك من الحكمة ورزانة ويملك من الالتزام والثقة والتجربة في الإدارة أو في مجال الجماعات المحلية خلال 50 سنة في التسيير هذه المؤهلات ستجعله إن شاء الله ينظر بنظرة واسعة في جميع الميادين بالنسبة لليوم الحدث يفرض نفسه وهو محاكمة المتورطين في الفسال بالنسبة لمرشحين في البرنامج جعل من أخلقة السياسة والحياة العامة والتعزيز الحكم الراشد عن طريق بعض النقاط أهمها الفصل بين المال والسياسة وتقنين رقابة صارمة للتمويل السياسي أيضا محاربة الفساد والمحسوبية والمحابات جعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في الوظائف السامية في الدولة ووضع أيضا آليات لضمان نزهة الموظفين العموميين أيضا نقطة المهمة وهي المسائلة والمحاسبة أمام هيئة الرقابة والمواطن أيضا عمل على الشفافية في إدارة المال العام أيضا يعمل على تجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق عن الموظفين العموميين أيضا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العامين ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العمومية في نقطة الحدث اليوم سعبد الماجد تبون في حال نجاحه وبقوة إن شاء الله سيلتزم بمواصلة مكافحة الفساد وبكل ما أتي من قوة إن شاء الله بالنسبة للمسؤولين الحاليين الذين يحاكمون في هذا اليوم سيحاكمون نظرة المترشح أنهم سيحاكمون كبقية الجزائريين دون تفريقة ولا دون امتياز نعم نبقى دائما مع ملف إصلاح العدالة وزير العدل حافظ الأختام مؤخرا ربما فتح ملف مسألة تكوين القوضات تسأل كيف أن 400 قاضي مكون في ظرف ثلاث سنوات فقط وبتالي هي ربما انتقاد عالني لمنظومة تكوين القوضات شفنا أنه حتى نقابة القوضات مؤخرا شنت حركة احتجاجية هنا نتسأل حول وضعية القوضات في الجزائر ونتسأل أيضا عن حرية العمل النقابي للقوضات أيضا تفضل لا سيدي شكرا سيدتي نتمنى أن سؤال المدخل اللي ذرته نجاوبه على سؤال المدخل وبعده ندخل في نظرة المترشح لإصلاح العدالة أو لسميحنا السلطة القضائية في حد ذاته لذلك مذابية يكون فيها ضبط لتدخلات فقط باش من نسمعوا البعضانة يعني من عدوش نحاضروا على بعضانة ويكون فيها المشاهد يسمع رؤى كل المتدخلين قبل ما يخلص الوقت لذلك برنامج أستاذ عبد القادر بن جرينا أدرج إصلاح المنظومة القضائية في الشق السياسي في محور الأول برنامجه محور الإصلاحات السياسية ولما نتحدث عن العدالة نتحدث عنها أولا كقيمة قيمة العدل لأنه لا يمكن تحدث على منظومة قضائية تغيب عنها قيمة العدل لأن العدل أساس الملك لذلك هناك ارتباط وثيق بين نظام الشكم وبين منظومة العدل فإصلاح العدالة أدرجناه أولا في الشق الأول متعلق في الدستور إصلاحات الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات نحن لابد أن نؤسس في مشروع الجزائر الجديدة الذي نطرحه كشعار وكعنوان لرؤية جديدة لمستقبل البلد أن نؤسس لدولة قوية تحت رقابة الشعب هذا هو العنوان إصلاحات السيسير نبني دولة قوية تحت رقابة الشعب دولة قوية بمؤسسات منتخبة قوية دولة قوية بعدالة وبسلطة عدالة قوية دولة قوية بسلطة إعلام قوي يمارس الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي يمارس أداء الرقابة ودولة قوية باقتصاد قوي ودولة قوية أيضا بسياسة خارجية ناشطة قوية تضمن الأمن القومي للبالد فإصلاح المشكل في كل ما يدور حول العدالة هو عدم تجسيد مفهوم الفصل بين السلطات نحن في الواقع في النظام القائم في الدستور أن السلطة القضائية تحت الهيمنة التامة للسلطة التنفيذية وهذا هو العيب الكبير في نظام العدالة لازالت السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة التشريعية وتسلبها الكثير من الحقوق تهيمن على السلطة التنفيذية وتسلبها القضائية وتمارس إشرافا كاملا عليها في الأجهزة التي تسير منظومة العدالة في تأثير سياسي الخارج إطار القانون في الإفلات من القانون بطرق ملتوية بقوانين غير دستورية فهذا المفصل الأول الذي يجب إصلاحه وهو كيف نضمن استقلالية القضاء وهو يتجسد في هيكل العام والإطار العام الذي يشرف على النظام القضاء هو المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية أو الذي هو القاضي الأول في البلاد كيف رئيس الجهاز التنفيذي يترأس السلطة القاضية ويترأسه وينبعاً هو وزير العدل نائباً له وآمين عاماً أو رئيس المحكمة العليا ورئيس الجمهورية يعين عشرة ممثلين داخل هذا المجلس من غير القضاء يمثلون مختلف القطاعات فهنا ما يبقى من سلطة للقاضي؟ أصلاً السلطة القاضائية مكبلة بجهاز التنفيذي وهي مخولة أنها تمارس الراقابة على أداء الجهاز التنفيذي يعني من يراقب منه؟ أنا ما يقبلش واحد يراقب المسؤول تعه الذي هو الذي يعينه هو الذي يعطيه طرقية هو الذي يعطيه لأفكتاس ويوجهه للجنوب والشرق والغرب هو الذي يأدبه هو الذي يقدر حتى الأحكام كيف تكون فهذا جزء مهم جداً إذا قدرنا في شق سياسي نفصله السلطة القاضائية عن السلطة التنفيذية نكون أنجزنا نقلة نوعية في تاريخ الجزائر الشيء الثاني متعلق بالمنظومة القاضائية وما يرتبط بالإصلاحات طبعاً هم يقولوا بالليدرت إصلاحات داروا إصلاحات كبيرة لكن الإصلاحات لم يستش عمق لمنظومة القاضية منظومة القاضية تحتاج أولاً إلى الاهتمام بقيمة العدل المواطن الآن لا يحس بكين العدل في البلاد يحس بكين الضعيف يتحاكم وتطبق عليه كل الأحكام ولما يغلطوا كما يسمونه ملحوت الكبير يفلتون من العدالة إلا هذه المرة الحمد لله هذه طاعة إشارة إن شاء الله كان فيه أيضاً في الشق المتعلق بالقاضي في حد ذاته لأن القاضي هو محور المنظومة القاضائية نحن مخصناش القوانين يعني كان هذا هو السؤال اللي أنا طرحته اليوم مضعية القضاة في الجزاء أنا لديت الحقي في السؤال الأول لذلك القاضي هو كما في الإعلام الإعلامي هو محور كما في التعليم المعلم هو المحوث عن المنظومة نفس الشيء القاضي هو لا إذا القاضي ما يشعرش بأنه مستقل وبأنه لا يحتكم إلا للقانون ولضميره ولا يخشى على عمله ولا يخشى على رزقه ولا يخشى على أمنه ولا يخشى على مساره المهني لما يتحقق هذا الأمن وهذا الثقة فالقاضي أنه يمارس مهامه وفق القانون ويستوي أمامه المواطن مع المسؤول ويطبق القانون وهذا الشيء ثاني إذا قلنا إلى منظومة التكوين التخصصات في التكوين الآن لدينا قضايا القضايا اللي راهي الآن ما زال القضاء نقول باللي الكثير من الكثير القضاء عاجز على معالجة لأنها مرتبطة بتهريب الأموال مرتبطة بتأسيس شركات في الخارج مرتبطة بتحويل الأموال مرتبطة بوحدة المنظومة السابقة مارست الاحتيال على الدولة الجزائرية باحترافية عالمية يعني يكون يحوص وضركها على مسارات كيفاش خرجت الضرام وكيفاش تأسس الشركات وكيفاش حتى القوانين عُدلت بحيث أنه يسرق يسرق في الأرويق في المسارات القانونية تعرضت جزائرية تعرضت إلى إختطاف وإختطاف في المنظومات القانونية في المنظوماتها وكل فبالتالي نحتاج إلى إختصاصات نوعية في التكوين على القضاء وأيضا أنا نقول لأربع سنين ما تكفيش القضاء في أنظمة أخرى باش واحد يقول لقاضي هذا هو يعني الانتقاد خمس سنين محامي باش يقدر يخضع للتكوين واللي قاضي احنا يجي مباشرة ربع سنين ينكيما ويجي ويبدأ يطلقوا عليه يحكم قضايا فيها ناس نافذين وفيها ملاير ها هو الإنسان هذا يخاف على روحهم أيضا الجانب الاجتماعي للقاضي القاضي للأجور بهذا الشكل هل يمكن أن يفصل في قضايا في قضايا كبيرة فيها أموال وفيها كذا إذن هنا إذا ما ضمناش أن القاضي يمارس مهم ومتشرش الذين متاعه ويخضع للظامير وما يخافش هنا نكون نجزنا نقطتين مهمتين في إصلاح منظومة القضايا نعم سيد صديقي نعود إلى نقطة وضعية القضايا لأنه إصلاح العدالة اليوم يتطلب تغيير جذري وتغيير جذري يكون ربما أيضا بإصلاح منظومة القضايا أيضا شوف الأخ الكريمة يعني هنا في الشطر الأول تحدث لك على هذا الجانب يعني بالنسبة لتحرير واستقلالية القضاء لكن بقى جزء اللي تحتوي عليه واللي هو تكوين القضايا تكوين القضايا هذا ربما فيه بعض القضايا الجديدة اللي تتعلق بها الملكية الفكرية اللي تتعلق بالجريمة الإلكترونية ما يعقلش أنه مثلا قاضي يعني يتكون في سنوات ثمانينات مثلا أبقى بنفس تكوين ورح يعالج مثلا قضيات يسموها قضيات جريمة إلكترونية يعني لا بد من مصاحبة آلية لكل ما هو جديد في الساحة يعني كل الأمور يعني تتحدث كل الأمور تتغير كل الأمور يعني مشات إلى تطور حتى هذا البجال اللي هو مجال العدالة لا بد أننا نكونوا القضايا في هذه المجالات الجديدة والقضايا الجديدة كي يعني كل واحد يعني حق كما نقوله الناس في قضايا عادلة تتعلق بها مش واحد تكون في جريمة إلكترونية وتخليه بدون محاكمة طول عمره يعني لكن ترح تحاكمه ولكن فيها متخصين في هذا المجال حين كذلك عدنا شق آخر ليتعلق ربما بالشق الدولي شق تعاون دولي في مجال العدالة لأنه فيه قضايا ربما عابرة مش حتى للدول عابرة حتى للقارات تتعلق بالفساد تتعلق بالمخذرات تتعلق بالإرهاب لأنه مثلا شبكة مثلا تهريب وشبكة متاجرة بالمخذرات متكونش فقط يعني في دولتك يعني إذا كانت تخلي تتعلق بالمخذرات هكيد رح مرة تعبر شبكة وربما مجموعة من الدول إذا ما كانش عندك تعاون يعني دولي في هذا المجال متكونش قادر تحاكم هذا الناس لأنه ربما الناس ليهربوا لك هذا الشيء ودخلوه للبلاد تاعك السموم تاعك يكونوا موجودين في دول أخرى إذن إذا كان عندنا تعاون مع هذه الدول رح تمشي كما نقول إجراءات قانونية ويعني بالترتيب باش تقدر هذ الناس إذا كان محكوم عليهم تستلمهم من هذه الدول إذا ما كانش عندك تعاون مع هذه الدول اللي موجودين فيها هؤلاء المجرمين ولا المفسدين اللي ربما هربوا أموال الجزائريين ورعوا بها إلى دول أخرى رح يصعب عليك أنك هذه الناس تنقلهم من الدولة اللي ما عندك معها تعاون في هذا المجال باش تنقلهم إلى الدولة إذن نحن حبينا كذلك في بند من البلود المترشح عزديم يوبي باش نعزوا التعاون الدولي في هذا المجال نعم السؤال إلى سيد ولاد داود نتحدثه دائما أنه نقابة القضاء رفعت مطالب اجتماعية مؤخرا رفعت أيضا مطالب تدعو إلى استقلالية القضاء اليوم وضعية القاضي الجزائري إصلاح وضعية القاضي وإصلاح أيضا منظومة القضاء كيف ستعملون على تحقيقها وتجسيدها على أرض الوقع في برنامج المترش حالي بن فليس أولا نأخذ من قولك قلت لنقابة القضاء يعني نقابة ليست معتمدة حاليا نعم في 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 أحد في إحدى وهنا يعني نطرحه السؤال على أيضا على حرية العمل النقابي للقضاء يعني في هذا السياق في إحدى المداخلات تالي أستاذ يسعد مبروك لما أظن اللي هو رئيس نقابة القضاء سئلا متى كانت الفترة الأكتر يعني الأكتر إيجابية في إطار يعني في إطار إصلاح العدالة فأجاب فترة الأستاذ علي بن فليس وزير للعدل من 1988 إلى 1991 وجدار الأستاذ علي بن فليس كي كان وزير العدل قبل ما كان وزير العدل كان قاضي نائب عام محامي ونقيب محامين ومؤسس رابطة رابطة الدفاع على حقوق الإنسان وبالتالي الأستاذ علي بن فليس عنده ما صار قانوني وحقوقي وقضائي يؤهله لكي يكون هو رجل المرحلة وهو رجل هذا الموضوع يعني بالذات وبالتالي ما دفع لما كان وزير العدل في 1988 أول ما جاء أسس لتاني قانون أساسي للقضاء أول قانون أسس سنة 1967 تاني قانون والذي كان أكثر يعني مدقق وأكثر شامل للمنظومة القضائية هو قانون الذي أسس هو الأستاذ علي بن فليس كوزيرا للعدل سنة 1989 ثم ألغى عقوبة ألغى عقوبة الإبعاد ما يخفش عليك أن المستعمر الفرنسي يخلى عقوبة الإبعاد ومشبه النظام الجزائري اللي كانت لقلقه ينفه الأستاذ علي بن فليس كوزير العدل ألغاها ثم أسس لأول نظام للمحامات وبالتالي هذا المترشح اللي أنا نتكلم عليه اليوم ليس حبرا على الورق وليس أوهام وليس وعود ولكن التزامات لأنه داري بالموضوع ويحيطه من كل الجوالب تذكرت لي مشكلة تكوين من الذي تكلم عن مشكلة تكوين لكن أنت تتحدث ربما على برنامج المترشح علي بن فليس في الماضي عندما كان وزير للعادل اليوم المتغيرة تتغيرت أيضا المعطيات ومستجدات أيضا أنا أردت أن أشير إلى مدى دقة هذا البرنامج يعني لأن السيد اللي عنده ما صار في المهنة يكون أعلم أعلم بالأمور الإعلامية من أي مواطن بصير وبتالي هذا ما أريد الإشارة إليه ثم تكلمت على مشكلة التكوين من الذي أتار مشكلة تكوين كان وزير العادل مؤخرا وزير العادل هل يؤقل أن وزيرا للعادل يتكلم إلى القضاء يعني بهذا بهذا المستوى لأن القضاء يجب أولا احترامهم وهذا وهذا يعتبر تداخل وتبيان واستعراض قوة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية هذه أول نقطة ثم لما نتكلم عن تكوين لما لم يكن لما لم يكن هناك مشاكل للفساد في قبل قبل الألفين ما كانش كان مشاكل فساد كبيرة أو القضاء كانوا كانوا يعني كانوا تحت الإمارة يعني بضرجة كبيرة أو كانت عدلت التليفون بضرجة من الألفين لا تم تميع كل المهم تم تميع القضاء تم تميع التعليم تم تميع الصحة وتم استعباد كما قال الأستاذ هذو الفاعلين الأساسيين لهم القضاء تم رهنهم ورهنهم في ظروفهم الاجتماعية في تحويلاتهم في أجورهم في ترقيتهم كيف أن تجيه في وسط السنة تقول للقاضي نعمل لك تحويل وهو عنده أبناء متمدرسين وهو عنده التمازمات في المحيط اللي راح عايش فيه وبالتالي هذا يعتبر راهينة احنا تكلمنا في أول حصة قلنا الأستاذ علي بن فليس سيعطي كل صلاحية تسيير ما صار المهني للقاضي إلى مجلس أعلى للقضاء مستقل تماما عن السلطة التنفيذية هذا أول إجراء ثم أعود إلى نقطة مكافحة الفساد يجب احنا في برنامج أستاذ علي بن فليس أدرجنا إلغاء الامتياز القضائي ما هو الامتياز القضائي اليوم كي الناس أدرجت في الدستور ما يسمى بالمحكمة العليا للدولة وهناك بعض المنطرة الشيحين لا زالهم يروجون لهذه الفكرة نحن سنلغي الامتياز القضائي لرئيس الجمهورية ونلغيه للوزراء ويكونون يعني يكونون أمام يكونون أمام القضاء أو أمام المحاكم بنفس رطبة المواطن في كل جريمة خاصة أمر ليس مهني ثم نمشي إلى النواب البرلمانيين ما رأيش إخفالك أنه اليوم كل أسبوع نشوفه هناك طالب رفع الحصانة وكل شيء في قضايا تخص الفسد وتستعمل تستغل الحصانة البرلمانية لإخفاء هذا الجبل المتراك من الفسد نحن سنلغي هذه الحصانة في كل ما هو شخصي الحصانة البرلمانية سنخصصها للعمل النيابي للنواب في البرلمان عندك الحق تسأل الوزير في أي سؤال عندك الحق تحقق أمام الحكومة عندك الحق تلتابس الرقابة للحكومة وتسقطها عندك كل هذه الحقوق مضمونة لكن ليس لك الحق أن تستغل الحصانة البرلمانية في قضايا فساد أو في أمور يعني ليست محددة في مهمة النائب لأن النائب قبل كل شيء نحن في برنامج الأستاذة لبنفليس سيكون استرجاع السيادة الشعبية بانتخابات تشريعية نازيها مسبقة لأن استرجاع السيادة الشعبية يتم بانتخاب رئيس جمهورية شرعي ثم هو أهم من انتخاب رئيس جمهورية شرعي انتخاب مجلس شعبي وطني يضم خيرة أبناء الوطن ينتخبون بكل شرعية ونزاهة وشفافية وسينبتق من لجنة تأسيسية داخل البرلمان دستور جديد بعد التوافق السياسي على الساحة السياسية هذا الدستور سيجيب إلى تطلعات الشعب الجزائري ويفصل بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان التي تم الدوس عليها وفي هذه النقطة بالذات كنت كلمة على حقوق الإنسان سننشئ لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان تكون مستقلة ولا تراعي الجهاز التنفيذي ولكن ستكون بمثابة هيئة استشارية تساعد الجهاز التنفيذي وتساعد السلطة القضائية على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين ثم في إطار الدستور كما تعلمين الآن هناك مجلس دستوري مرتبط مباشرة بسلطة تنفيذية نحن سنؤسس إلى محكمة دستورية ما يكون مهمها سيكون مهمها يعني الحكم على دستورية القوانين الحرص على احترام الدستور وترقية الدستور وإبداء مخترحات لمختلف الوزرات أو للسلطة التنفيذية للتشريع في هذا المجال هذه رؤيتنا وكما سبق لي وقلت لك الأستاذ لابن فليس مجيشي جرب إنه له مسار مهني في القضاء ما يكفيه وله طقم مختص وخبير وله الود والاحترام لدى أنقضات والمحامون والنواب في الدولة الجزائرية وجئنا لنعيد الاعتبار إلى الإطار السامي في الدولة الذي أهين والذي استعبد ورهن سنعيد الاعتبار للإطارات السامية ونعيد الاعتبار للقانون ونعيد الاعتبار لدولة القانون والمواطنة نعم سيد العموري كيف ستملنا لتحسين وضعية القضاة أولا وأيضا ترسيد مطالبهم المرفوعة مؤخرة شكرا سيدتي مرشح هنا سي عبد المجيد التبون معروف بالنزهة وهذا ما خلق له بعض المشاكل أو مشاكل كبيرة مع جماعة الرئيس السابق لأنه حاول فرض منطق العدالة بين جميع أفراد الشعب وأيضا توزيع الريع وتوزيع الأعمال بين المقاولين أو توزيع المال العام بين المقاولين ورجال الأعمال وعليه في هذه النقطة أو في مجال العدالة سيعمل إن شاء الله مرشح هنا على إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها وذلك من خلال النقطة الأولى رقمنة قطاع العدالة أو ما يسمى بالعدالة الإلكترونية نقطة موالية أيضا يعمل على نجاعة العدالة من خلال مراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية أيضا يعمل على التعامل العادل أو يجعل العدالة مع الجميع أو مع جميع الناس أو الناس متساويين كلهم أمام العدالة أيضا يعمل على تثمين سلك القضاة وترقية مركزهم ودورهم ودورهم وحماية استقلاليتهم ونزاهتهم أيضا يعمل على نقطة هامة وهي التكوين المتواصل للقضاة أيضا يعمل على محاربة محاربة عدالة الهاتف أيضا يعمل أو في برنامجه يحاول إعادة النظر في تصنيف القضاة يعني يحاول أن يرفع من أجورهم حتى يبعدهم عن الماديات والأطماع المادية وبالتالي يجعلهم في كثير من الحالات يخالفون ضميرة الآن نتحول إلى قطاع الإعلام نشوف أن هذا النشاط أو هذا القطاع ما يزال يعاني ركود بالنظر ربما لعدم اكتمال الترسالة القانونية التي تؤثر هذا النشاط في الجزائر اليوم ماذا خصص كل مترشح بداية مع كسيد قرابا ماذا خصص كل مترشح لإصلاح القطاع العمومي والخاص في البلاد شكرا على ترحل الموضوع المرتبط أيضا بمطالب الحراك لأن الحرية حريات الفردية والجماعية تدخل في منظومة الحكم وفي شكل الدولة وفي شكل العلاقة بين المواطن ودولته وكيف يتساوى الجميع أمام القانون وحرية التعبير هي مظهر من مظاهر الدولة المتطورة هي مظهر من مظاهر المواطنة مظهر من مظاهر احترام الرأي والرأي الآخر وعدم هيمنة وسيطرة الفكر الواحد والتوجه الواحد والإديولوجية الواحدة والخيارات الواحدة لذلك نحن دائما نناقش درجنا هذا ما نسمحنا بالحريات والحقوق وتكريس حرية الإعلام في الشق السياسي لأن كل شيء مرتبط بشكل الدولة التي نريد تأسيس لها هل نريد أن نريد تأسيس لدولة ديمقراطية حقيقية أو ديمقراطية التي تكون فيها المعايير العالمية للديمقراطية متجسدة أم نريد أن نؤسس لديكتاتوريات أو ما يشبهها التي كنا نعيش شكل من أشكال هذه الدولة في السابق بحيث لمجال للرأي الآخر لمجال لحرية التعبير حتى في أبسط في نقد السياسات وفي نقد السلوكات وهذا اللي خلى علش وصلنا إلى وصل الشعب حتى نخرج للشارع الأصل أن الشعب يتكلم الشعب تعبر عليه الصحافة ولما يبلغ صوت الشعب سواء طريق البرلمان الحقيقي وليس البرلمان المزور لأن كل مؤسسات ديمقراطية مفبركة ديمقراطية كارتونية شكلية لم يكن فيها ديمقراطية المؤسسات المنتخبة الأصل أنها تكون صوت الشعب لكن لما ينسدد هذه القنوات الإعلام لا يريد أن يعبر أو يصل أو يأثر حتى يتجعل الإعلام يهضر ولا يأثر ولا لما تهضر في مسألة بسيطة يتغضى عنك ولما تتحدث في مسائل مرتبطة بين إنحرافات الكبرى اللي تمس بالاقتصاد وليتمس بحقوق المواطنين وليتمس بالسيادة الوطنية يصلت العقاب على الصحف ويتصلت لآلة الغلق على المؤسسات الإعلامية لذلك نحن نطرح في برنامجنا ضمان حرية التعبير بشكل لا يحكمها إلا القانون وفق أخلاقيات المهنة ووفق القوانين المنصوص عليها اللي يضبطها قانون الإعلام واللي تضبطها في نشاط للمؤسسات الإعلامية اللي بالمناسبة نحن الآن مفرش حساب عبد القادر بن جرينا لا يزال يدعو إلى مثلاً في تغطية الحراك اللي راه يدور الآن لا يزال يقول من واجب هذا هو الشعب هذا هو جزء من الشعب عندهم رأي أخر ولازم المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية لأنها مطالبة بأنها تقدم خدمة عمومية هذه ما رأيش مؤسسات تجارية هذه رأي تمارس الإعلام والإعلام هو خدمة عمومية من حق أي مواطن أنه كما تتغطى الأنشطاته لما يسمع صوته كما يسمع صوت الفكر الآخر والرأي الآخر نذهب إلى مراجعة قانون الإعلام بشكارك فيه كل الشركاء والمتدخلين في القطاع الإعلام من نقابات من الصحفيين من مؤسسات أو الوزارة الوصية وتوضع فيه حدود هذه السلطة لأننا دائماً ننظر إلى الإعلام كسلطة فعلية لماذا نقول سلطة قوية إعلام قوي دولة قوية الجهاز التنفيذي لما يشعر بأن الإعلام يتابعوا وإعلام المواطنة ومش غير إعلام المؤسسات وباللي تكون فيه الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة نحن الآن عندنا صحافة بسح الوصول المعلومة محروم أنها الصحفي يعني الآن في بعض الأحيان ننقومة هذه القناة تتسرب لها قائمة الحكومة قبل القناة الرسمية قبل وكية الأنباء الجزائرية وحدثت هذه سابقة فبالتالي هنا من له الحق في الوصول إلى المعلومة؟ الأصل أن كل وسائل الإعلام متساوية أمام سلطة نفية تكون شركة في تستير السياسة الوطنية الإعلام هنا ندعو أيضا إلى تفعيل سلطة الضبط السمعي البصري تفعيل سلطة الضبط الصحافة المكتوبة اللي الآن ما هيش تمارس دورها أيضا مسألة الاحتكار الإشهار وهذا هو مربط الفرس كما يقولون في هيمنة الصلطة التنفيذية على الإعلام مدام الإشهار محتكر من طرف الدولة نحن الآن لدينا تقريبا 200 صحيفة ترجعوا وتلقوا 200 صحيفة معتمدة وتدي في الإشهار ماذا حالا صحيفة رأنا نقاوها في الأكشار اللي فعلا عندها جمهور ورح يتلحق المواطن وتصدر الألاف بالمئات الألاف في نفس الوقت تدي كما هي كل هناك عدل بتوزين إشهار تطبع منها 200 أو 400 نسخة وطرق مباشرة لابوا بال هذا لازم يتعاود لازم مراجعة قانون الإشهار ومن فصلش كيفاش نراجعوا قانون الإشهار لأن الإعلاميين كل يعرفوا والحاجة الثانية هي الاهتمام بالصحفي الصحفي الآن راهوا بالأجور الحقوق تعال الصحفي في الصحفة الخاصة كي الناس راه تخدم ست شهر ما تخلصش تلقى في مؤسسة إعلامية في تلفزيون واحد يخلص 22 مليون واحد يخلص مليون ونصف واحد يخلص دوج ملايين ثاني هذا الشيء لابد أن يضبط ما تبقاش هذه الفروقات ما تبقاش حقوق صحفي الآن هم مش جروا من ساكن في هذه البطاقة الصحفي اللي هي من المفروض أنها أنها كما يقولوا عندها قيمة اعتبارية لما تقول أنا صحفي كما يقول أنا قاضي تحس بالله الناس تعطيك حقك وتحتارمك وتفتح لك الأبواب أنه يفتح يمدلك المعلومة لكن الآن بطاقة الصحفي وكأنه بطاقة تضاف إلى البطاقات الأخرى ومعندها حتى أثر على الواقع هذه بعض من المختطفات ببرنامج أسابة الدمقاط الدينجرينا نعم سيد صديقي دائما نبقى في مجال الإعلام وقطاع الإعلام ما هي الإصلاحات المخصصة لإصلاح هذا القطاع سواء للعمومية أو الخاص شوفي بالنسبة للإعلام احنا في الجزائر كنا متقدمين وكنا ربما سباقين وأصبحنا في عداد المتخلفين في هذا المجال وأصبحنا متأخرين على أشقائنا العرب فقط منش نتحدث يعني على دول الغرب احنا في سنوات التسعينيات يعني قبل ما نتحدث لك يعني على قانون الإعلام كقانون الإعلام كان ما يقال في الجزائر لو كان يقال في دولة أخرى يعني من دول العربية يقطع رأس الصحفي ثم أصبحنا الآن احنا يعني نشوفوا في تجارب أشقاء جيرانا هربوا علينا يعني في مجال خاصة السمع البصري الإعلام الثقيل ناس تقدمت بخطوات كبيرة واحنا للأسف الشديد منزلنا يعني حتى القنوات الإعلامية اللي موجودة على ترامنا الخاصة منش نحكوها العمومية منزلت هي أجنبية معتمدة في دول في الخارج وتنشط داخل الترام الجزائري هذا عارلنا يعني يعني احنا كنا كجزائريين والأسرة الإعلامية مش من المعقول أنه هذا وجوه الإعلامية وهذه القامات اللي مرينا لها أنا والإخوة في كل استيديوهات هذه الطاقات وهذه يعني من ألميين من تقنيين من كلهم جزائريين هل يعقل أنه مازال يعني يوظف تحت رأي يعني أنها معتمدة في دولة أجنبية هذا من جانب من جانب آخر يعني حتى هذه الوسائل التي على الإعلام راح تنشط ربما ما عندش حتى الإمكانيات باش تضمن يعني أجر لتقنيها والله إعلاميها والله يعني مجال هذا مازال فيه الباب كبير باش نعودوا نفتحوه ونعودوا ندرسوه لأنه احنا مثلا مرينا بالقوانين من حزب من القوانين الإعلام مثل الحزب الواحد 82 إلى قانون 90 يعني ويجاد قانون الإعلام ويجاد تعددية الحزبية أصبحت يعني عدنا كما نقوله في ذلك الوقت عنوين إعلامية كبيرة يعني ويوميات وجرائد أصبحت يعني مجال كبير لحرية التعبير في الجزائر ثم اليوم يعني وين وصلنا لقانون الإعلام تاع 2012 القانون العضوي تاع 2012 اللي مازال فيه أغلب مواد يعني تقريبا ما يفوق 30 مادة تحد من التعبير وتحد من الوصول إلى المعلومة الإعلامي في الجزائر مازال أمام معرقية كبيرة يعني هذا القانون لا بد أن يراجع ولكن قبل أن يراجع هذا القانون لا بد من إنشاء مجلس وطني للصحافة وللوسائط يعني الإعلامية لأنه الآن المواقع التواصل الاجتماعي رحى الطاغية ومهمة القنوات الإعلامية الكبرى في العالم رحى الآن أدها صفحات مثلا في الفيسبوك باش تبث مباشر في الفيسبوك يعني هذا الشيء متوفر أمامك في الهاتف في الدقيقة يعني باش يعني القنوات الإعلامية مش بالضرورة أنك تروح للمنزل باش تشوفها عبر التلفزي تشوفها في الهاتف تاعك الذكي إذن باش نديرو هذا المجلس يكون مشكل يعني من كل أصحاب المهل الإعلامية يعني صحافة المكتوبة صحافة المسموعة صحافة المرئية الصحافة الإلكترونية اللي يمزلنا احنا كذلك يعني ما زال ما عدناش قانون يضبطها يعني ربما مواقع إعلامية إلكترونية موجودة وما عدناش القانون اللي يضبطها يتصرف كما يحبه ربما إذا تعاقب يتعاقب ما نشعرف بوش من قانون رح يتعاقب هذا الإعلامي إذن نحن كان الإعلامي في الجزائر يعني فرح فيهم الأيام في خطاب 2011 لرئيس الجمهورية نظن في ماي 511 فرح لأنه قال بأنه تجريم الإعلامي انتهى ولكن ما زال قلت لك القوانين وما زال المواد يعني اللي جات في 2012 كانت عكس هذاك الخطاب اللي في ذاك اليوم لأنه نحترم الإعلامي يحترم الخصوصية المواطن ما يمسش من يعني الحرية تنتهي عندما تبدأ ولكن أده حق في أنه يوصل للمعلومة والمعلومة الصحيحة لأنه إذا كان الصحفي ما قدرش يوصل للمعلومة الصحيحة أكيد يمد معلومة مغارطة إذا ما وصلش الإحصائيات الصحيحة رح يمد أرقام مغارطة بالنسبة لي ما يسمى بتلفزيون العمومي الجزائري لا بد أنه يأخذ كذلك هو من جانب أنه تحيين لأنها مؤسسة أمومية حق الجميع وحق كل المناطق الموجودة في الجزائر سواء كانت في آخر نقطة في الجنوب ولا في الهضاب ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب أنها تدحقها من تلفزيون الأمومي تلفزيون الأمومي الجزائري ماهوش فقط للجزائر العاصمة ولا للولايات المجاورة يعني كل الولايات تدحقها بتغطية تدحقها بهذا السياق هذا الكلام ينطبق أيضا على باقي وسائل الإعلام سواء الإذاعة حتى وكالة الأنباء الجزائرية أيضا إذن تحدثون ليس فقط تلفزيون العمور إذا تحدثنا على وكالة الأنباء الجزائرية أولا وكالة الأنباء الجزائرية نحن نتمنى أن تكون مثلها مثل وكالات الأنباء العالمية وكالة الأنباء الجزائرية تعنى لاش ما عندهاش مراسلين في كل دول العالم خاصة دول فيها عدنا شبكة مراسلين هل عندكم بالقدر تعجيرانها مثلا في المغرب هل عندك بالقدر انتع وكالات الأنباء مثلا الفرنسيين هناك 12 رائعين لكن في أماكن في بؤر مثلا وين موجودة أحداث وين موجودة مثلا حروب وين موجودة وباء وين موجودة يعني صراعات هل نملك نحن مراسلين لوكالة الأنباء الجزائرية بهذا القدر نحن نجينا اليوم ودرنا الزيارة مثلا لهذا الاستوديو ما هو موجود يعني في هذا المجسم بصفة عامة احنا تمنينا انه تكون قناة لوكالة الأنباء الجزائرية وهذه ربما تعطينا احنا كذلك فكرة من خلال هذه الفكرة احنا ندوها مثلا لمرشحنا سيد عز الديمي هوبي باش يعني يعد عنده فكرة على ما هو موجود هنا ربما هذه البرامج هذه رح ما هيش مقدسة برامج المترشحين يعني برنامج مثلا فيه 200 التزام 15 التزام و200 يعني بند ما هيش مقدسة يعني تقدر انك يتطلع اليوم فهو يتطلع المترشح بتاعك ممكن يدي فكرة جديدة على تأسيس قناة لوكالة الأنباء الجزائرية يمتفوا انه تطوير القطاع العمومي يعني يتوقف ايضا على تطوير السياسة الاعلامية وتطوير ايضا الامكانيات المتحة ايضا يعني تطوير الامكانيات لتعمل بها مختلف القنوات سواء هنا تحطوا على القطاع العمومي بصورة خاصة القطاع العمومي يا اختي الكريمة انا متأكد بان ما هو موجود في التلفزيون الجزائري من امكانيات بشرية ومادية وتكنولوجية ربما هو غير موجود في قنوات عالمية تثير جدل كبير وقد راح تتغير من خارطة العالم وهم بلاك يخدموا بهاتف نقال فقط وينقلوا احداث عظيمة منها ولكن هي فيه ازمة كتل الغربة لا وفيه ازمة تنظيمية وفيه ازمة مكساوات وعدل داخل الجزائر قبل ثم نروحوا الى ما هو خارج الجزائر نعم نعود لك سيد ولاد داود الامكانيات او ورمال اصلاحات المخصصة لقطاع الاعلامي في الجزائر سواء للقطاع العمومي او القطاع الخاص ببرنامج المترشة علي بن فليس اولا وهذا معانينا منه خاصة يعني من تشويه وحرمان من القنوات العمومية وكذلك الخاصة لا يخفى على احد انه كانت قنوات خاصة موضوع جنب بابها يعني اعوان امن يكون يغلطوا يخلفوا الاوامر تغلق القنوات حتما وبالتالي اول بند ركزنا عليه هو تحرير الاعلام تحرير الاعلام الغاء تجريم العمل الصحفي هذا ما هو موجود يعني الغاء تجريم العمل الصحفي ولكن فعلا فعليا في الميدان ليس موجود نلاحظ الى هذه الايام هناك بعض الصحفين الذين لازالوا يعني لازالوا ربما يعتقلون او لأعمال صحفية وبالتالي إلغاء نهائي قانوني وفعلي لتجريم العمل الصحفي ثم كما سبق لي واشرت تحرير الاعلام كيفش يكون تحرير الاعلام جبنا وزرنا كل البلاطوهات وكل يعني كل المراكز الاعلامية الجزائرية الذي بعضها في القطاع الخاص هو موجود في الجزائر وصحفين جزائريين ويأخذ المال يروح يشري دراهم سكوار يعمل تحويل الخارج عبر شركة في انجليترا او دبي ويشري الكانال تاوف الساتيليت هذا كيف مش معقول هذا هذا شيء مش معقول والاخطر من ذلك وزراء الجمهورية يروحوا يحضروا في بلاطوهات هذه القنوات وهي قنوات جزائرية جزائرية مئة بالمئة ويعتبرها قنوات اجنابية نحن نتحط على الوضعية القانونية نحن نتحط على الوضعية القانونية للقوات القنوات الخاصة لم تزال تبث من الخارج نعم يجب الآن تسوية وضعية القنوات الخاصة المتواجدة فوق أرض الوطن يجب تسويتها ونحن في هذا المجال بالدات في مجال الإعلامي سنفتح ورشة ونشمل كل الصحوفيين والإعلاميين أو ممثلين عن مختلف الهيئات الإعلامية الصحوفية والسمع البصري والجرائد الإلكترونية وهو وثبانوية في الجزائر هناك الآن جرائد إلكترونية التي لم تجد إلى حد الساعة إطار يعني يؤثر هذه منها وبالتالي سنجمع كل الشركاء والفاعلين خذوا أفضل نموذج إعلامي في العالم أو اصنعوا نموذجكم ونحن له متبنيون هذا هو كلام المطرشة الأستاذة لبن فليس الذي لم يريد أن يضع إطار مغلوق في هذا المجال ولكن نحن نؤمن بقدرات شابة نؤمن بكم نؤمن بالتقنيين نؤمن بكل هذا الكم الهائل من القدرات لا يخفى لأحد اليوم أن تفرجوا راشاته دايما مثلا نلقوا ياسمين موسوس نتفرجوا الجزيرة نلقوا خديجة بن جنة نتفرجوا قنوات عالمية كبرى تي آر تي التركية فيها أيضا زميلتكم يعني تتفرج كل قنوات العالمية متواجد فيها خيرة أبناء الوطن الجزائري جئنا جبنا وإحنا والزملاء يطيكم صحة للزيارة المجانية التي قمتوها هنا في مقر الوكالة الأنباء خير خير الكفاءات وخير الأجهزة ما ينقصهم؟ ينقصهم إرادة سياسية للعمل ينقصهم تحرير ينقصهم يعني تشجية كل هذه الخيرات يمكن صناعة المستحيل بهم يمكن أن نجعل من وكالة الأنباء الجزائرية وكل شركاء في الساحة الإعلامية الجزائرية قطب إعلامي للقارة الإفريقية وللمنطقة المتوسطية لماذا لا؟ لدينا الإمكانيات لدينا الكفاءات لدينا المؤيدات ينقصنا إنسان ينقصنا رجل ينقصنا طاقم ينقصنا سياسة تسمع لهؤلاء الشركاء ونقول لهم أنتم صانعي مجالكم لأنهم ما نجلبش عليك أنا ما نجلبش مختصص الإعلام أستاذ لي بن فليس مراوش مختصص في الإعلام لكنه كان ضحية حرمان الإعلام وكان ضحية حرمان كما كل المعارضين من المنبر الإعلامي وهذا شيء دنيئ وسنقضي عليه فور انتخاب الأستاذ لي بن فليس رئيس الجمهورية إن شاء الله ثم عدنا مجلس أخلاقيات المهنة لأن مهنة الصخوفي مهنة نبيلة ما هو الهدف من الإعلام؟ هو نقل المعلومة وبالتالي نقل المعلومة لازم أن يكون بآمن حين نتفهم أن هناك قنوات خاصة لديها ميول ربما قد يكون سياسي أو ميول اقتصادي لطرف مهين وهذا طبيعي وحدث في كل دول العالم وهذه هي الديمقراطية لكن هناك أخلاقيات هناك يعني قواعد أخلاقية يجب على الجميع التحلي بها وأحيي من منبركم الكريم هذا إمضاء جميع الشركاء على متاق أخلاقيات ومتاق الشرف الذي بادرت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي كان وطبة نوعية ونلاحظ اليوم في هذا البلاطو وفي كل البلاطوات وجود ممثلين للمترشحين ونتكلم بكل حرية وفي قصد زمن معين وهذا شيء يعني يبشر بخير إن شاء الله في الجزائر التي نتطلع لها وسنسوي وضعية الصحفي وضعية البطاقة المهنية ولن نجعل من البطاقة المهنية وسيلة لابتزاز الصحفي ولكن كل صحفي يتمتع بها في إطار مهامه ويتمتع بالتسهيلات في الميدان ويتمتع بكل ما يريد هذا ستفصلون فيهم أنتم الصحفيون مع الأستاذ إبن فريس إن شاء الله إذا متأخذ برئيس إن شاء الله سيد العموري ماذا خصص المترشح تبون في برنامجه الانتخابي وفي حال فوزه أيضا الرئيس للجمهورية لقطاع الإعلام في الجزائر شكرا سيداتي قرية ثانية ورشحنا سي عبد الماجد تبون أولا اهتماما كبيرا لقطاع الإعلام والاتصال وذلك من خلال النقاط الهامة أولا إعادة النظر في ميزانية وزارة الإعلام والاتصال توفير يعني الوسائل اللازمة للقيام بهذه المهمة على أحسن ما يرام ثانيا إدخال تقنيات جديدة على كل وسائل الإعلام منها مثلا وكالة الأنباء التي نحن ضيوفا عندكم التلفزيون الوطني أيضا جعل الصحافة مهنة ذات أخلاقية عالية جعل الصحافة عمادا للممارسات الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفا فاعلا وغاية منشودة للنشاط العمومي وذلك من خلال فتح حوار تعاون تعاون وتشاور مستمر بين جميع السلطات والمواطنين وكذا الجمعيات والشركات وغيرها من الجهات الأخرى هذه الجهات التي تكون فعلا فاعلة في تحديد وإيجاد تحديد المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة أيضا يرى مرشح هنا أو يعمل على بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمل المسؤولية كسلطة مضادة وأدات أيضا لتقييم كل الأنشطة وذلك خدمة للمواطن وخدمة للوطن هناك فقط سؤال تحدثنا على حرية الرأي والتعبير في القطاع العمومي مثلا لو المترشح بن جرينا تم انتخابه رئيس وتم أيضا توجيه له انتقاد من قبل المعارضة مثلا في تلفزيون العمومي أعتبر أنه هذا الأمر مسموح يتقبل هذا الانتقاد هذا شيء طبيعي وكان أكد في كل التدخلات وفي كل اللقاءات مع الصحفيين نحن استقبلنا حتى نقابات من الصحافة سواء العمومية أو الصحافة الخاصة وتلقينا الكثير من 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 شغالاتهم اللي رفعوها إلى ربما كل المترشحين نحن أكدنا على هذا الشيء نحن نأمن في برنامج أستاذ عبد القادر بن جرينا وهذا اللي نأكدوا عليهم دائما أنه لما يكون عندي السلطة السلطة الرابعة سلطة إعلام قوي أنا كرئيس جمهورية أشعر بأني قوي لماذا؟ لأنه إذا التزم السلطة القوية والإعلام القوي يخدم الدولة وليخدم الشخص فلما يدافع على الميدافع على الدولة سواء من من أخطاء الجهاز تنفيذي أخطاء الرئيس أخطاء رئيس الحكومة فهذا في صالح الدولة أنا بالنسبة لي هذا إنجاز إنجاز الجزائر واللاكس أنا نتمنى لكن بأخلاق وبدون يعني بدون أغراض أخرى لازم يكون هذا اللي يجب أن يكون الإعلام هو العين الصاهرة على مصالح المواطن على تطبيق القانون على الثروة على السيادة الوطنية على حماية الديمقراطية من تغول السلطة الفيديو ومن الحكم الفردي فلما يتحول الإعلام إلى جهاز رقابة نحن في برنامج أستاذ عبدالقادر بنغرينا سنفتخر بأننا سهمنا في بناء دولة قوية في هذا الجانب والإنسان يفرح لما وحده ديره العيو بتاعه وهذا هو هذا هو دور مؤسسة وإلا لما قلنا أنه تكون السلطة مستقلة بالمناسبة كالدول التي تكرس الحريات والحقوق وحرية الإعلام ما تديرش وزارة الإعلام لا لا تدير يعني وزير إعلام مش كال مجلس أعلى للإعلام اللي ينظم اللي ينظم شؤون المهنة وبالنسبة للأداء تاع الصحافة ولوسائل الإعلام كاين أخلاقيات المهنة في كل دول العالم والصحفي يشعر بأنه كيان قائم في الدولة يعني تشوفي صحفي واحد يقدر بتقرير أو بيحرك قضايا تهز هذه الساحة الوطنية وأيضا أصبحت 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 الصحافة أو المؤسسات الإعلامية القوية أصبحت عبارة عن مراكز دراسات للتنوير السياسات العمومية بالعكس أصبحت مؤسسات إعلامية تقود دبلوماسية نحن نعرف بالنسبة والواقع ومعادلة الوقت حتى هنا عندنا اتزاماتنا يعني كين دولة ما نسميهاش يعني قناتها الإعلامية أكثر من دولتها دولة تقودها مشغل دبلوماسية تقود سياستها الخارجية قناة وتصنع الرأي العالمي بقناة هنا إذا نجحنا وأسسنا وبنينا مؤسسات إعلامية وتمنى إن شاء الله تكون هذه هي وكاتل الأنباء الجزائرية بشاركة مع التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية يعني أرى فيه تجارب رائدة جدا في هذا المجال هنا نقدر نبني وهي متكاملة هي مؤسسات متكاملة لكن إذا قدرنا نصنع منها منارة موش غير الإعلام الجزائري نحن نظر إن الجزائر في محيطها دولة محوارية دولة تقود المنطقة ببوابة إفريقيا تقود المغرب العربي تطيل على البحر المتوسط تضمن الأمن والسلام في المتوسط تقود يعني تبلغ صوت إفريقيا وصوت المجتمع العربي نحو أوروبا هذا الذي ينقلها الإعلام هذا ينقل الإعلام بمعنى دولة قوية متكاملة الاقتصاد الإعلام المؤسسات منتخبة رئيس قوي خطاب قوي شعب ملتحم مؤسسة عسكرية قائمة بأدوارها الدستورية حافظة وتصون الأمن الوطني الأمن القومي والأمن الحيوي بدولة بعلاقاتها مع كل الدول مع كل الكينات العالمية هذه شكل دولة جزائرية ليتطلع هذه موش دولة حلم هذه دولة نشوفوها قادرين باش ننجوها نعم يعني فقط هناك سألف لذيق الوقت هناك مفتاح إعلامي ظهرت قنوات خاصة في الجزائر في السنوات الأخيرة لكن هذه القنوات لم يؤطرها القانون بعد على اعتبار أنها ما تزلتوا بث من الخارج ماذا خصصتم بهذه باختصار شديد أول ما يجي عبدالقادر بين جرينا يمدلها ترخيص لا تكون مؤسسة عندها هاوية تعتمد وفق قانون قانون دولة أخرى وتمدلها ترخيص مارس دورها كيفاش مؤسسة مؤسسة جزائرية وخوتنا يعني خوتنا ومن عائلاتنا ونروحول لهم ويساهموا في المواطنة ويساهموا في تنوية المؤسسة ورابتها نعطيها ترخيص وعطيها نميرو التليفون وقولها كيصر لك مشكلة عاية التليفون هذا نعم هذا حق موش تكرم به بالقادر بين جرينا بالعكس هذا حق مكتسب أن الديو الديو الصحفي وانت الديو القنوات بلا مزيد رئيس الجمهورية جديد نعم ضمن برنامج الرئيس المترشح علي بن فليس يعني تم أخذ بعين الاعتبار هذا الجزئية أنه منح الاعتماد للقنوات الخاصة نشوفه في برنامج المترشح ميهوبي هل ماذا خصصتم لهذه القنوات التي ما تزالت بات من الخارج خلينا نحتك على النقاط فقط لقبل أولا هل يستطيع مثلا رئيس الجمهورية إذا كنا أنه منع مثلا أنه ينتقد في القنوات الخاصة مثلا هل يستطيع أنه يمنع أنه ينتقد في الفيسبوك مثلا هل يستطيع أن يمنع أنه ينتقد في الشارع وفي المقاهي يعني احنا أولا نشوف مصلحة الجزائر مصلحة الجزائر وين تكون تكون في شيئين أولا مصلحتها في معارضة قوية مصلحة الجزائر مصلحة الجزائر في معارضة قوية مصلحة الجزائر في إعلام حر وقوي ونزيح وموضعي لا يتحكم في أي طرف كان إذن هذه القنوات في برنامج المترجح سيد أس ديمي هوبي سيتم تسوية وضعيتها القانونية باختصارها أما بالنسبة لفتح البلاطوات هذه الكثير راهن بأنه مثلا ستحدث كوارث لما يفتح المواجهة ما بين الجزائريين ما بين التيارات ما بين الألوان السياسية والاختلافات أنا أظن الناس أن يشوفوا أربع تيارات هنا مختلفين حتى في ترشيحات لرئيس الجمهورية لماذا مختلفين على جمعية ولا نادي رياضية هل ما حدث تجاوزات؟ هل جلدنا بعضنا؟ هل هاجمنا بعضنا؟ لا نقدموا في أفكار هاي الأفكار الجزائرية اللي أصبحت فيها مش هذا البلاطو الأول ربما أغلبية الزملاء الموجودين هنا مروا على 20 أو 30 بلاطو في هذه المرحلة الانتخابية اللي هي أسخن المراحل السياسية ولكن كلهم قدموا أفكار متفاوتة يعني بجزئيات ولا بأكثر ولا كل واحد عنده رؤى تختلف كثير على رأي الزميله ولا المرشح على الآخر ولكن نشوفه في أمور تقدمت للجزائريين والجزائري الآن يختار برامج يختار رؤى بيختار فقط أشخاص يعني هو يشوف في كل الأمور موجودة قدامه في إعلام ثقيل وموجود إذنoles إن شاء الله سنضمنه أن هذه القنوات يسوى يعني أمورها القانونية ستفتح لها الأبواب باش توصل للمعلومة و باش توصل كذلك هم ما ذا يقعود عندهم جانب من المسئولية جانب المسئولية يروحوا لأبعد النقاط يعني في الولايات اللي رأى في الوسط و اللي في العمق و اللي في الجنوب يشوفوا مشاكل الناس اللي رأى عايشة في الصحراء يشوفوا مشاكل الناس اللي رأى عايشة في الولايات الوسطى اللي رأى عايشة في قمم الجبال يعني مش فقط أنه يجو يروحوا مثلا يهز كاميرا ويروح الشارع في وسط العاصمة ويدي رأيه في الرئاسيات ولا يدي رأيه في قضية معينة ولا في مغني ولا في رياضي ولا الفئات الأخرى كذلك المحرومة هالطالبك باش تكون موجود عندها في عمقها سيد العموري تسوية وضعية القنوات الخاصة ضمن الأولويات في برنامج المترشح تبون تجربة مرشحين في التسيير دائما تؤهله حتى أجيب عن الشطر الأول لأن يكون ذا صدر رحيب ويستمع للجميع ويتقبل النقد البناء ويحترم رأي ورأي الأخ وهذا خدمة للجزائر أولا وثانيا وثالثا بالنسبة للشطر الثاني مرشحنا سيعيد النظر في الترخيص لكل القنوات كلما التزمت بتطبيق القانون سيد ولا داود كنت أجبتني على هذا السؤال بخصوص الانتقاد بخصوص الانتقاد نحن أول من ننادي بمعارضة قوية بإعلام قوي وحر ينتقد من يريد في إطار الأخلاق وفي إطار المبادئ وفي إطار انتقاد بناء يسمح للجزائر للمضي قضوما بأفكار جديدة وبكل الأفكار مجموعة لخدمة هذا الوطن وفي الأخير أدعو إلى انتخاب الأستاذة لبنفريسة نبقى دائما في المجال إصلاح قطاع الإعلام نتحث أيضا على تطوير الاتصال المؤسسات نشوف أن المؤسسات ما تتواصلش بطريقة فعالة مع مختلف وسائل الإعلام ما يفتح المجال للشائعات والأخبار الزائفة خاصة على مواقع تواصل الاجتماعي الفيسبوك يعني اليوم أصبح ربما مرجعية للعديد من الأفراد وبتالي تنتشر فيه الكثير من الأخبار الزائفة والشائعات ماذا خصصتم بهذا المجال الاتصال المؤسساتي في الجزائر شوفوا الاتصال المؤسساتي في الجزائر متقدمة فيه المؤسسات الاقتصادية متقدمة فيه المؤسسات اللي عندها اللي عندها زبائن اللي عندها يعني مصالح القرعاها متقدمة فيها كثير من جمعية المجتمع المدني متقدمة فيها الأحزاب كل ما تخلف فيها هي المؤسسات الرسمية المؤسسات الرسمية اللي إذا عندها مواقع كما أقوله الديناميك ما يشهدك مواقع الجامدة هرا هي المادة تاحها هرا هي مادة قديمة جدا يعني صورة الجزائر واحد مثلا يحب يفتح مثلا وزارة يبحث على موضوع في أي بلد في العالم يفتح على الوزارتان هذه البوابة لأن هذه البوابة الإلكترونية تعني بوابة رديئة جدا تحوس على قانوني سير قطاع تحوس على معلومة تحوس على نحن نرى نأسة الجامعين باحثين نبحث مثلا في موضوع معين اللي هو مهم بقطاع موضوع نروح معلومش المدى يهتموا والريح الوزير واش هضر الوزير واش قال الوزير هذه الصفحة الوحيدة الناشطة لكن لم علومات على القطاع لم علومات على ما يبحث عنه المواطن اليوم مثلا يتصرى حادثة آخر من يعلق هو آخر من يعلق هو هو الصوت الرسمي ولا المنبر الرسمي تكون دارت في الفيسبوك ودارت في القنوات الخاصة وحتى تدور حتى في القنوات الإعلامية تدور في القنوات الإعلامية وما زال تستنى الموقف تاع المؤسسة أو الوزارة ما زال ما كانش فهذا أنا بهذه المناسبة يعني نسجعكم قناة وكالة الأنباء الجزائرية اتطورت يعني كسرت الروتين هذا كديرا قناة أوديو فيزيويل سمعي باصري ورأي شاركت في الحملة الانتخابية هذه رأي فتحت يعني أنا لما تلقيت الدعوة يعني فرحت لها وكالة الأنباء يعني لقدرت خطوة إيجابية نحو المواطن لأن هذا الحصة هذا الحصة وهذا البروديو وهذا المنتوج هذا كل يكون متاح أمام العالم خلي العالم يسمع المطارشي حينها وفي خمسة ويتناقشوا بكل ويدية وبكل أخوية كل واحد يقدم في برنامجه وكل واحد يتمنى الخير للبلاد قبل ما يتمنى المطارشي حتاها ويكملوا ويقولوا إن شاء الله رب يجيب الخير للجزائر نتمنى إن شاء الله الجزائر تخرج قوية بشعبها وبيوحدتها وبدولتها وخلي يحكمها إذن وهذا النقطة مرتبطة بالإعلام لماذا؟ مرتبطة بأنه كي فيه المتصل الحادثة سرعة المعلومة هي المهم أنا كسرح فيه لما توقع شيء لما يوقع فيه تصريح لأننا كي نحب نوصل نوصل للمعلومة ما تلقاهاش التليفونات تعمل مسؤولين ما يردوش خلايا الإعلام والإتصال في المؤسسات العمومية ما راهيش تخدم وما يجب أن تحدث غير على الوزارات أنا رأي إطار كنت إطار حتى يعني إطار في عدة قطاعات آخر مآخرها كنت في قطاع التجارة ترسامي في دولة كثير من المؤسسات تتابعة للقطاعات مؤسسات ومعن شركات ولا مؤسسات ما عنده سياسة تواصلية وما لازمش واحد يغلط لأنه غير الوزير اللي يصرح الناس تخاف أنها حتى تدلي كنا في بعض البيانات مسؤولين يعني تلقى مدير مركزي تلقى أمين عام في وزارة تلقى مدير الاتصال ما يقدرش يصرح بمعلومة لأنه لازم يفكر يفكر بعقل بعقل المدير وهذه المعلومة لا تضار بهذا الشكل الآن نحن نحتاج إلى إعلام مواطنة ونحتاج إلى شفافية في تسيير الشأن العام نحتاج إلى أن الإشاعة ما نخليوهاش حتى نتكبر وما بعد نولي ونعالجه في الآثار هذيك وما نخليوش الصحافة الأجنبية ووسائل الإعلام الأجنبية والصفحات المجهولة الهوية هي اللي تسير في المعلومة وتصنع في الرأي العام ومن بعد ما نقدرش نداركوها حتى ننفقوا الملاير ما نقدرش ننفقوها في بعض الأحيان تولي المعلومة تهدد الأمن تعلوطن وتكون أيضا تفتح الباب للشائعات مسؤولية أنا أقول مسؤولية رئيس الجمهورية المقبلة هو أنه يكرس خاصة في مؤسسات العلمة الرسمية يكرس أنه تكون فيه خنوات إعلامية مفتوحة لكل المؤسسات الرسمية أمام المواطنين أمام كل صحة تكون شفافية ويحكمها ناس مختصين وتؤسس لها قواعد ناظمة لا تخضع للمسؤول وإنما تخضع لمصلحة المؤسسة وتخضع لمصلحة الدولة الجزائرية نعم تفعيل الاتصال المؤسساتي هل هو خيار مطروح في برنامج المترشح ميهوبي لتطوير قطع الإعلام في الجزائر؟ نعم شوف نقضي على العقلية البالية التي كانت تتكتم على المعلومة المعلومة التي هي من حق المواطن يعني قبل الإعلام لأن القوقعة ما عادتش تنفع اليوم إما أنك تواكب وإما أن الإشاعة تقضي عليك إذا ما مديتش المعلومة صحيحة راح ينمد عليك المعلومات الخاطئة ورح تتحمل مسؤوليتها بصيفة كاملة نحن لدينا نقطتين النقطة الأولى تعلق بإطلاق الحكومة اللي بواب التواصل عبر الإنترنت وهذه لكل المواضيع اللي تهم المواطن وتهم الساعة ويقدر يتفاعل معها المواطن يقدر يمد المقترحات التاعة ويقدر ينتقد يعني هذا من حقه لأنه في حكومة الجزائرية اللي هي يعني يتشرف عليها كمواطن وتشرف على خدمته وليس تشرف عليه يعني كبه يتقوده كمواطن بل على خدمته النقطة الثانية اللي هي وضع البيانات الإحصائية لكل هذه المؤسسات في البوابة بوابة الإلكترونية عبر الإنترنت باش المواطن يطلع عليها قبل ما يطلع عليها الإعلام نعم سيد ولاد داود تفعيل دور الاتصال المؤسساتي حتى تكون المعلومة تصل للمواطن هناك أيضا يكون تواصل بين المؤسسات ووسائل الإعلام بطريقة تقضي على الشائعات والأخبار الزائفة سيدة حشاني أشكرك على هذا السؤال الجريء وهو أول مرة نستمع لهذا السؤال جد مهم لأنه يهيئ لمرحلة جديدة من تاريخ الجزائر نعطيك سكوب من هذا البلاتو الأستاذ علي بن فليس يعد بتواصل رئاسة الجمهورية مع الشعب الجزائري عبر كل المنصات الإلكترونية وعبر ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية وعبره هو شخصيا قدر ما كان ذلك يعني قدر ما يجب ذلك يعني راح يكون كما تشوف في الولايات المتحدة الأمريكية نشوف أنه رئيس الأمريكي يتواصل أيضا يتواصل وعنده كل يومين تلتين عنده ناطق رسمي أو مكلف بالإعلام يخرج إلى الصحفيين وهنا كل أسئلة تخص الواقع المهاش ويجيبني الأسئلة وهو شيء عادي كما نفعل الآن في الحملات الانتخابية راح تشوف عندكم طاقة من يرافق كل المترشحين يعني يوميا هناك أسئلة على مختلف المسائل وبالتالي الأستاذة ليبن فليس وخلافا لكل ما جار في الدولة الجزائرية من قبل سيبتدئ التواصل الرسمي من بوابة رئاسة الجمهورية عبر الفيسبوك تويتر يمكن حتى الانستغرام وكذلك ناطق رسمي بإصدار رئاسة الجمهورية أو مكلفين بالإعلام الذين سيجيبون عبر ندوات صحفية لكل مسائل الساعة وسيلزم كل القطاعات وكل الوزارات وكل المؤسسات العمومية والرسمية على التواصل مع المواطن لأن المواطن الجزائري في هذه المرحلة هي مرحلة شكوك هي مرحلة تخوف هي مرحلة فقدان تيقة ما الذي سيعيد بناء جسور تيقة بين المواطن والإدارة بين المواطن ومؤسسته بين المواطن والمتخبين هو المعلومة هو المعلومة أعطي له المعلومة إحنا ولفنا المعلومة تتخبأ وتترسل في برقيات وعندنا وحدة المنظومة أمنية يعني في كل شي في خاص مواطن تخفيه في إطار غني وهذا ما كانش منه المعلومة لازم تكون عند المواطن وخاصة أن الأستاذ علي بن فليس يرى أن تسيير الجزائر في هذه العهدة التي نسميها عهدة انتقالية أو عهدة رئاسية تا خمس سنين جاية هي مرحلة شراكة بين المؤسسات وبين رئيس الجمهورية وبين الطاقم الحكومي والمواطن الجزائري لأنك ما ركش تبني الجزائر وحدك ركش تبنيها مع المواطن وبمجهودات المواطن وبموجودات الحكومة ورئاسة الجمهورية وبالتالي نرى أنه التواصل أمر حتمي ولا بها قد نعطيك سكوب لأنه هذا شي جميل لنا كشباب نحن نتفرجه رئيس كندا أو رئيس فرنسا أو رئيس ولاية المتحدة الأمريكية أو رؤساء الحكومات في هذه الدول يتواصلون مع مواطنهم عبر منصات حديثة عبر كل التكنولوجيات رقاعدوا ياخد موقف ديبلوماسي بتويتر يقلب به كل معادلة في العالم بتغريدة بتغريدة في تويتر وبالتالي سنرتقي لهذا المستوى فور انتخاب الأستاذ إبن فليس رئيسا للجمهورية نعم سيد العموري تحفى أليات التي وضعتها في برنامج المترشح تبون لتحفيز أليات الاتصال المؤسسات بما يضمن للمؤسسة الإعلامية أنها تتحصل على المعلومة الرسمية وتنقلها للمواطن بكل شفافية أيضا سيعمل سي عبد المجيد تبون في حالة ما صوت عليه الشعب وبقوة على تطوير هذا المجال وبتقنيات واقعية تتماشى مع المتطلبات العالمية أيضا نقطة مهمة جدا وهي العمل على تعيين المكلفين بالإعلام في جميع الإدارات العمومية وهذا الآن معمول به لكن سيعاد النظر ويكون تعيين المكلفين بالإعلام ضروري وواجب حتى لا تحتكر المعلومة وتكون متداولة عند الجميع نعم شكرا لك سيد عبد الحفيظ الموري ممثل المترشح عبد المجيد تبون شكرا لك أيضا سيد وليد ولاد داود ممثل المترشح علي بن فليس شكرا لكم شكرا لك وشكرا لك سيد كمال قرابة ممثل المترشح عبد المقادة شكرا جزيلا لك وشكرا لك أيضا السيد عيسى الصديقي ممثل المترشح عز الدين شكرا لكم إلى هنا نأتي إلى ختام شكرا لكم مشاهدين السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة